سنتعلم بإذن الله تعالى في هذا الفيديو تصنيف المثلثات بالنسبة للأضلع أيضا علاقة ذلك بالزوايا وكيف نعرف تصنيفها من خلال زواياها طيب خلونا نأخذ تصنيف المثلثات بالنسبة للأضلع نأخذ المثال الأول هذا مثلث نسميه مثلث مختلف الأضلع مثلث مختلف الأضلع المثلث الثاني نطلق عليه مثلث متطابق الضلعين لاحظوا لأنه عندي الضلع هذا والضلع هذا متطابقين فهذا نسميه مثلث متطابق الضلعين المثلث الثالث أو النوع الثالث المثلثات على حسب الأضلع مثلث متطابق الأضلع لأنه في ثلاث أضلع كلها متطابقة متطابق الأضلع طيب الحين نسأل نفسنا سؤال هل إذا عرفنا الزوايا بناش تصنيف المثلث بالنسبة للأضلع هذا هو الحين بنجربه يعني بنأخذ مثال مثال ونشوف هل نقدر نعرف المثلثات من خلال زواياها يعني نأخذ المثال هذا في البداية خلونا نفرض أن المثلث هذا عندي والزوايا هي كالتالي يعني هذه الزاوية نفرض أنها 30 درجة وهذه الزاوية نفرض أنها 60 درجة ونبي نعرف الزاوية الثالثة في البداية عشان نعرف الزاوية الثالثة حلنا نعرف أن مجموع زوايا المثلث 180 فرح تكون الزاوية الثالثة 180 ناقص 60 زائد 30 وهذا رح يساوي 180 ناقص 60 زائد 30 60 زائد 30 في 90 180 ناقص 90 رح يعطيني 90 فمعناها أن الزاوية الأخيرة تساوي 90 والتي هي 90 تمثل الزاوية القائمة لاحظوا معايا الآن كل ما زادت أو كل ما زاد مقدار الزاوية كل ما زاد طول الضلع مثلا هنا 60 نلاحظوا الطول كذا فإذا زاد الطول عندنا فإذا زادت الزاوية الطول بيكون زائد وبنفس الطريقة الأكس كل ما قلت الزاوية كل ما قلت طول ضلع المثلث لاحظوا الحين عندي زوايا كلها مختلفة فالأضلع بنفس الطريقة مختلفة فهذا بنفس الطريقة نسميه مثلث مختلف الأضلع لاحظوا العلاقة الحين الزاوية مختلفة ومن خلالها عرفنا أن المثلث مختلف الأضلع طيب نأخذ مثال ثاني خلونا نأخذ مثل الثالث نفرض أن الزاوية هذه 70 درجة والزاوية هذه 40 درجة خلونا نجيب قياس الزاوية الثالثة الزاوية الثالثة بنفس الطريقة رح يكون 180 ناقص 70 زائد 40 وهذا رح يساوي 70 زائد 40 110 180 ناقص 110 رح يغطيني 70 فقياس الزاوية الثالثة بيكون 70 درجة لاحظ الحين عندي زاويتين زاويتين متطابقتين معناها الأضلع المتقابلة رح تكون متطابقة رح تكون متطابقة بنفس الطريقة والزاوية 40 تختلف عن بقية الزاوية فنلاحظ حين صار عندي زاويتين متطابقتين نتج عنها أنه الضلعين متطابقين وطلع لنا مثلث متطابق الضلعين هذا المثلث متطابق الضلعين نأخذ المثلث الأخير هذا المثلث نفرض أن الزاوية الموجودة عندي هنا 60 درجة وهنا 60 درجة نريد أن نجيب قياس الزاوية الأخيرة بنفس الطريقة نقول 180 ناقص 60 زائد 60 وهذا رح يساوي 60 زائد 120 180 ناقص 120 رح يعطيني 60 فقياس الزاوية الأخيرة بيكون بنفس الطريقة 60 لاحظة هنا عندي صار عندي هنا 60 وهنا 60 وهنا 60 معناها بنفس الطريقة الأفضلع المقابلة للزوايا الثلاث هذه متطابقة وصار عندنا مثلث متطابق الأضلع مثلث متطابق الأضلع فالحين عرفنا كيف نصنف المثلث بالنسبة للأضلع بمعرفة الزوايا فإذا كانت الزوايا مختلفة رح يكون مثلث مختلف الأضلع إذا لقيت زاويتين متطابقتين معناها المثلث متطابق الضلعين وإذا لقيت أن جميع الزوايا متطابقة فالمثلث متطابق الأضلع وشكرا